نتمنى أن يكون الربيع العربي حقا ربيعا ويقود إلى مجتمعات تفصل الدين عن الدولة وتكون ديمقراطية الموقف لرئيس الكنيسة المارونية البطريارك ماربشارة بطرس الراعي في خلال مؤتمر سحفي عقده في نيويورك كرر فيه تخوفه من الانتقال من أنظمة متشددة إلى أنظمة أكثر تشددا الراعي تطرق إلى واقع المسيحيين في سوريا عيشين مثل غيرهم من الناس لكن عيشين بطمأنين وسلين بدون أي اعتداء عليهم بيحصل بغير بلدين مثلا لأنه مع الأسف ببلدين أخرى في اعتداءات على المسيحيين في كتير تحديد بحقهم كمواطنين ببناء كنائسهم بفعل العبادة بتصرفاتهم سوريا اليوم عيشين أفضل من غيرهم المسيحيين لما نحكي عنهم ما نحكي عن جماعة أوتسايدرز نحكي عن الناس موجودين بكل العالم العربي قبل الإسلام في 600 سنة هناك نزاع عربي إسرائيلي وآخر إسرائيلي فلسطيني قال الراعي مؤكدا اللاسلام في المنطقة طالما الإسلام ومعه اليهودية لم يخطو خطوة المسيحية بفصل الدين عن الدولة نحن عم نسعى في لبنان عم نسعى نخفف التشدد بين ونبين أنه الإسلام والمسيحية كديينة وحتى اليهودية كديينة ولا واحدة بتسمح أو بتطلب بالحرب أو بالعنف أو بتكفير الآخر الراعي تناول أيضا واقع الأقباط في مصر مش مسموح أنه بمصر أو بغيرة أنه المسلمين يعيشوا بكره واتهاد للمسيحيين ما في مبرر هؤلاء جماعة طبعوا 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 بالأيام المسيحية للحضارة والثقافة المصرية هذا وشارك البطرارك الماروني في حفل استقبال أقامه على شرفه كونسل عام لبنان أنطوان عزام الذي أهداه باسم الجالية اللبنانية صليبا مذهبا مرصعا بأحجار الفيروز الزرقاء